التكفل المستعجل بالاحتياجات الأساسية لسكنة المناطق النائية يتجسد اليوم ببلديتي لحنانشا والمشروحة بسقع راس من خلال استفادة أزيد من ألف عائلة بشبكته الربط بالغاز الطبيعي وكذل عديد من مشاريع التنمية على غرار المياه الصالحة للشرب وتعبيد المسالك والطرقات كنا في البرود وكنا نعمل في القارة الثلاثة بخمس وعشرين وما تقعدش لنا واليوم رحمتك يا ربي كنا في معانات كبيرة مع الشتاء مع البرود مع درجة الحرارة منخفضة واليوم مرزق ربي بكري كنا في زي وذرقة صباحنا في زي الحمد لله هنا تريق رابا مدامها قدروني وتعبي الحمد لله لنسلق رابا هنا نشربوا كل بصح البعادة ويروح ليهم يهبطيهم لما لا حاجة ملاحة كم معلوم هو تعليم السيد الرئيس الجمهورية في هذه السنة أنو نستهم عدل بأس به من البرامج في إطار تحسين ظروف تعامل معيشة المواطن سواء بالنسبة ليفك العزلة سواء بالنسبة ليإيصال مياه ساليح fra seb � 방 اللي يخصد率ها مبلغ هامي يتجاوز 60 مليار سنتيم سواء بالنسبة للطرقات اللي يجيوا لما يتجاوزgi أكثر من مليار دينار يعني أكثر من 200 مليار سنتيم بالنسبة أيضا تحسين ظروف معيشة في كل مجالة الأخرى سواء بالنسبة للتعلين سواء بالنسبة للصحة سواء بالنسبة للغاز الطبيعي برامج تنموية أخرى مبرمجتهم في السوداسي الأول لهذه السنة من شأنها أن تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن